اشتركوا في القناة في سبيل توسعة إطار الشراكة بين البرامانات الخليجية وهي مرحلة هامة ومنتظرة من أجل التحقيق مستوى أعلى من التكامل في العمل الموحد وخاصة حول المواضيع والمقترحات التي نغشتها اللجنة التنسيقية البرامانية اليوم التي تقدم بها الأمانات العامة في المجال استشراعية الخليجية في الحكم الذكاء الاصطناعي أو موضوع تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامن لمواطنين الخليج والذي تقدم به مملكة البحرين إلى جانب مقترحات أخرى بشأن التنمية البيئية وتحقيق التوازن المالي وهناك قائمة من الموضوعات التي تتحفز العمل البراماني الخليجي المشترك وتربط بالسوق الخليجي كموضوع الميزانيات والخطة الخماسية تساهم في استيعاب التغيرات الاقتصادية والسياسية ومواجهة المخاطر تحويل الرقم وغيرها وبإذن الله سيعقد وفد الشعب البراماني قد ان اجتماع من أجل وضع تصورات ومقترحات تمهيد المناقشة وبحثها في الاجتماع رؤساء البرامانات الخليجية ونحن حريصين دائما في إطار أعمالنا في الدبلوماسية البرامانية على ترجمة وتطلعات وتوجيهات الرؤية المباركة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بما يخدم مصالح الوطن وأولوياته والتي تأتي في مقدمتها تحقيق التقامل في العمل الخليجي المشترك إذن من أبوظبي سعادة السيد خالد بوعين قعدوا مجلسا وبشكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر